عسلمة ومرحبا بكم أصدقاء ومتابعي قناة أسرار مخفية بعد أمر الرئيس قيس سعيد بإيقاف سمير بالطيب لوزير السابق لوزارة الفلاحة يبدو أنه قيس سعيد شاد صحيح في وزارة الفلاحة والمسؤولين متاحها وملف الفساد المتعلق بالصفقات العمومية في وزارة الفلاحة لثلاثة سنوات المتتالية الأخيرة يبدو أنه إطارات وأعوان وزارة الفلاحة معجبهاش الشيء ذي وأصدرت اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 بيانا استنكروا فيه ما اعتبروه إيقافات مجحيفة في حق عدد من إطارات لوزارة في القضية المتعلقة بإعداد ومراقبة الصفقات العمومية البيان هذا قال له فيه أنه المقوفين كان بالإمكان مواصلت لبحاث معهم وهم في حالة صراح إذ لا يخشى منهم الفرار على حد تعبيرهم يبدو أنه العديد من المسؤولين في وزارة الفلاحة جاءوا ضد القرارات تحقيق السعيد وبلغة أخرى جاءوا ضد البحث فيها أحنا ننجم ونتمنى وكان إنه قيس السعيد ما يسمعش كلامهم ويواصل الحملة الشارسة متاعه ضد كل الفساد والفسدين في جميع الوزارات في النهاية ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك في القناة بش يرسلكم كل جديد